اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين تحذيرات من كارثة انسانية جديدة في اليمن بعد توقف اليونسوف عن دعم وقود التشغيل المقدم الى مؤسسات المياه العراق يطلب قردا بقيمة ستة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اداة التمويل السريع وفي النشرة ايضا الرئيس الصيني يحذر من حرب باردة جديدة لدى افتتاحه منتدد فصال اقتصادي اهلا بكم كارثة انسانية جديدة على وشك الحدوث في اليمن مع استمرار التحالف السعودي في منع دخول سفن المشتقات النفطية اضافة الى توقف منظمة اليونسوف عن دعم وقود التشغيل المقدم الى مؤسسات المياه احمد زبيب بالتفاصيل حياة ستة وعشرين مليون يمني على المحك تحذير جديد اطلقته شركة النفط في صنعاء مع استمرار التحالف السعودي بمنع دخول سفن المشتقات النفطية الى البلاد بينها عشر سفن محتجزة منذ نيسان ابريل الماضي اكثر القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع المياه مهددة بالتوقف في الساعات الاولى من انعدام مادة ديزل لذلك الامم المتحدة نراها اليوم تتنصل عن مسؤولياتها الانسانية واصبحت اليوم تتخذ من تصنيف الامريكي ذريعة في هذا الحصار تحذير اخر من عواقب كارثية انسانية وبيئية اطلقته وزارة المياه والبيئة في صنعاء ايضا عقب تعليق منظمة اليونسيف دعم وقود التشغيل المقدم الى المؤسسات المحلية للمياه والى محطات معالجة الصرف الصحي ابتداء من كانون الثاني يناير الجاري فوقينا الحقيقة انه قا هذا القرار التعليق هو ما زال الان القرار التعليق لكنه فعلا يشكل خطر بالنسبة لنا حوالي ثمانية مليون نسمة من المواطنين يحصلوا على حاجتهم من المياه من خلال شبكات المياه العمومية لتدار بوسط مؤسسات المياه كارثة انسانية وشيكة تلوح في الافق يقول المسؤولون اليمنيون محذرين الامم المتحدة من اتخاذ القرار الامريكي بتصنيف انصار الله على قائمة الارهاب دريعة جديدة للتنصر عن واجبها في العمل على الافراج عن سفن النفط مطالبين المنظمات الاممية والدولية بالتراجع عن قراراتها في وقف الدعم عن القطاعات الانسانية والخدمية بعد ست سنوات من الحرب والحصار الخانق المنظمات الاممية تقرر تجديد العقاب على اليمنيين من خلال وقف الدعم عن قطاعي الصحة والمياه والامم المتحدة تتذرع بالقرار الامريكي بعد عجزها عن اطلاق سفن المشتقات النفطية احمد عبد الرحمن صنع الميادين اكد صندوق النقد الدولي تلقيه طلبا من العراق للحصول على مساعدة طريقة بموجب اداة التمويل السريع التي تساعد الدول الاعضاء على تمويل حاجاتها الملحة وقال ممثل الصندوق ان المناقشات جارية مع السلطات العراقية التي ابلغت الصندوق عزمها على طلب ترتيب طويل الامد لدعم الاصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها يذكر ان وزير المالية العراقي علي علاوي صرح في وقت سابق ان العراق يسعى الى الحصول على حزمة قروض من الصندوق قيمتها 6 مليارات دولار اكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل تحسن الواقع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات النمو مشددا على ان طرح ورقة فئة 5000 ليرة لن يؤدي الى مزيد من التضخم واوضح الخليل انه لا توجد زيادة في الكتلة النقدية وانما استبدال لاوراق نقدية باخرى مشيرا الى ان الصادرات زادت العام الماضي بنسبة 22% وان العزة في الميزان التجاري خفض بنسبة 50% دعا الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صندوق النقد الدولي والمقردين الى تفاهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في تونس واضف الطبوبي ان الاتحاد يريد ان يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية وان الاتحاد مستعد لدراسة كل المؤسسات العامة حالة بحالة الطبوبي شدد على وجوب تعيين مسؤولين اكفاء وتوفر حكومة او حوكمة رشيدة وانهاء البروكراطية التي تعيق العمل في مناخ تنفسي عين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فهد بن عبدالله المبارك محافظا جديدا للبنك البركزي بمرتبة وزير ويأتي ذلك بعد اعفاء المحافظ السابق احمد الخليفي من منصبه وبحسب وكالة الانباء السعودية التي كشفت عن الخبر فان هذه ستكون الفترة الثانية للمبارك كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما وهو واحد من اكثر المناصب حساسية في السعودية وباء كورونا يفاق مؤزمة عدم المساواة في العالم وفق منظمة اوكسفام لمكافحة الفقر التي رجحت ان تحتاج الدول الاكثر فقرا الى اكثر من عشر سنوات للخروج من دائرة العوز بالتزامن مع تزايد متسارع لثروات الاغنية حذرت منظمة اوكسفام من ان وباء كورونا عمق انعدام المساواة عالميا بعدما راكم اصحاب المليارات ثروات اضافية مقابل انحضار المزيد الى دائرة الفقر والفقر المدقع ورجح التقرير الذي حمل عنوان فيروس انعدام المساواة ان يحتاج الفقراء الى اكثر من عقد حتى يتمكن من الخروج من دائرة العوز وقدرت المنظمة ان فرض ضريبة تطال الارباح الاستثنائية لاثنتين وثلاثين شركة خلال تسعة اشهر كان سيساهم في جمع اكثر من مئة واربعة مليارات دولار وهو مبلغ كاف لتأمين مساعدات لجميع العمال في جميع البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل وتشهد مدن متعددة احتجاجات عنيفة ضد سياسة الاغلاق وحظر التجول ففي هولندا والدنمارك اندلعت مواجهات مع الشرطة اما في البرازيل فقد نظمت تظاهرات ضد سياسة الرئيس جايير بولسونارو التي ادت الى تفاهم انتشار الوباء الى ذلك اعلنت شركة فايزر بيونتيك واسترازينكا ان امدادات اللقاح لاوروبا ستكون اقل من المتوقع بسبب صعوبات في الانتاج ما دفع الحكومة الايطالية الى التهديد باتخاذ اجراءات قانونية ضدها بسبب التأخر في موعد تسليم الشرعات اما في المانيا فاعلن وزير الصحة يانس شبان ان بلاده ستستخدم العلاج التجربية القائمة على الاجسام المضادة وان الحكومة اشترت 200 الف جرعة بسعر 400 مليون يورو وسيبدأ استخدام العلاج في المستشفيات الجامعية الاسبوع المقبل قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية ان فرنسا قد تنفذ اغلاقا عاما ثالثا في شباط فبراير بسبب انتشار انواع جديدة من فيروس كوفيد 19 وستجتمع الحكومة يوم الاربعاء لاتخاذ قرارا بهذا الخصوص ولسيما مع وصول الانواع المعدية بنسبة اشد من بريطانيا جنوب افريقيا والبرازيل ما قد يفرض متغيرات اجتماعية واقتصادية جديدة تعادل وباء ثانيا حذر الرئيس الصيني تشي جينج بينج من حرب باردة جديدة لا يمكن ان تؤدي الا الى طريق مزدود وذلك في كلمته خلال افتتاح منتدى دافوس الذي يعقد عبر الانترنت المرة الاولى في تاريخه جين بينج دفع عن التعددية والعولمة وتحدث عن التجربة الصينية في محاربة تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد ويناقش المجتمعون في منتدى دافوس سبل انعاش النمو الاقتصادي اضافة الى سبل الحد من عدم المساواة والمخاطر التي يمثلها على تماسك المجتمعات هذا وطلقت الصين اكبر استثمار اجنبي مباشر عام 2020 واستقطبت اموالا بقيمة 163 مليار دولار بحسب تقرير لمؤتمر الامة المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد وتأتي هذه التدفقات بالمقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة ولفت التقرير الى ان الناتجة المحلية الاجمالية في الصين نمى بنسبة 12% ما جعل من اقتصاد الصين الوحيدة في العالم الذي تفاد الانكماش عام 2020 استأنفت السفينة الروسية فورتونا مدى خط انابيب الغاز السيل الشمالي 2 في المياه الدنماركية رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرد عقوبات جديدة على هذا المشروع الذي يشمل مدى اموبين بساعة اجمالية تصل الى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا الى المانيا عبر قاع بحر البلطيق ويبلغ الطول الاجمالي للخط نحو 1220 كيلو مترا 2% فقط من انتاج شركة فيزر للقاحات خلال العام المقبل ستذهب الى برنامج منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على الدول الفقيرة ونسبة 98% المتبقية ستذهب الى الدول الغنية ومنظمة أطباء بلا حدود تستنكر سياسة احتكار شركات الأدوية وسياساتها المحصورة في جني أكبر قدر ممكن من الأموال موسى عاصي اليوم أنا سعيد جدا بإعلامكم أننا وقعنا عقدا مع فيزر لتزويدنا بـ 40 مليون جرعة لقاح بعد طول انتظار وافقت شركة فيزر بيونتيك على بيع هذه الكمية لتوزعها منظمة الصحة العالمية على دول لم تحظى حتى الآن بأي جرعة من بين نحو 50 مليون جرعة وزعت على الدول الغنية حتى الأسبوع الماضي لكن المنظمة التي توقعت بدأ تسلم هذه الجرعات في شباط فبراير المقبل لم تأتي على ذكر الفترة الزمنية لتسلم كامل الكمية فيما تشير التوقعات إلى أن هذه الكمية ستكون الكمية الوحيدة التي ستتسلمها المنظمة من فيزر خلال العام 2021 لا نملك تفاصيل هذا الاتفاق لا نعلم ما هو السعر ولا مواد توفر اللقاحات في الدول الفقيرة ولأي فترة زمنية والأهم أن فايزر أعلنت أنها قادرة على إنتاج ملياري جرعة عام 2021 والأربعون مليون التي ستحصل عليها منظمة الصحة تساوي 2% فقط من هذا الانتاج باختصار فايزر تعتمد السياسة الأولوية لمن يدفع أكثر مواطنو 92 بلد ناميا سيرون أنفسهم في نهاية لائحة الانتظار للحصول على ما يتبقى من جروعات بعد تلقيح مختلف شرائح السكان في الدول الغنية نرى حاليا عدم مساوات غير محدود على المستوى العالمي الدول الغنية تتصرف بأنانيات مطلقة مقابل الدول النامية غير القادرة على الوصول إلى اللقاح وتقديمه للفئات الأساسية وتأثير ذلك يعني شرخاً أكبر وانتشاراً للفايروس لوقت أطول في هذه الدول المنظمات الإنسانية الدولية تطالب شركات تصنيع الأدوية بمشاركة تقنية تصنيع اللقاحات مع مصانع أخرى في العالم وتعتبر أن هذا الحل هو الوحيد القادر على تسريع عملية الإنتاج وبأسعار معقولة رغبة شركات الأدوية في جني أكبر قدر من المال عبر رفض مشاركة حقوق الملكية التي تتسبب في إبطاء عمليات الإنتاج وندرة اللقاحات التي ستذهب أولاً إلى الدول الغنية تضع سكان الدول النامية أمام خطر استمرار انتشار الوباء واستمرار الموت وارتفاع مستوى الفقر والمجاعة موسى عاسي جنيف المياني ختام النشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة